كمتباه تلك الأموال تدعم لقدت من المشكلة كمتباه أيضاً نديد أيضاً أنواع 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 أصبر كل نوع نستعملوه في وضعية معينة We use every conditional in a suitable case مع أنت ما نستعملوه مش في نفس الوضعيات مش هي كيم بعد كيم بعد كيم شرحم بلوحد بلوحد غادي تفهمه بون كما قلنا احنا في الكاتر يماني ش اللي غادي نركزو عليه غادي نركزو على conditional type 1 هذا داكوخ بصح بون غادي ننقول نديركم type 0 بسك سهل وما متون تسحقوه الأعوام المقبلة وبعد كيكملو هادي الفيديو غادي نديرو conditional type 2 conditional type 1 كي نقولو conditional باللغة العربية معينتها الشرط وكي نقولو الشرط في اللغة العربية كي نقالي نعرفو في اللغة العربية جملة الشرط و جملة جواب الشرط كون ما يسراش هادا ما يسراش هادا على لغة هادي كون في اللغة الإنجليزية نقولو لها إف سعين إف إذا إف إذا ولا باللغة الفرنسية سيزيلناها باركزان كون تقرأ غاية تنجح كون تقرأ غاية معينتها هنا يعني متخيل حاجة غادي هاديك الحاجة لا صرت كنتيجة غادي تصرى هادي على بيها هادي ديمن result close معينتها النتيجة شا غادي يصرى شا هو الشرط 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 معينتها كون ديشن معينتها لا صرى هادي كالشرط تصرى هاديك النتيجة زي كيفش نفرقو بيهم من جهة القواعد in grammar how do we make the difference we make the difference by verbs كي نقولو هنا شرط معينتها هنا جملة وهنا جملة وحد أخرى معينتها هنا يكينا sentence and we have another sentence here شي هو اللي يربط بهذه الجملتين هو إف إف هي أدات ربط هادو زوج قادرة نبدو بالcondition ونديرو كاما ونديرو result وقادر نبدو بالresult ونديرو الcondition فغيك زوجنا كلم نقولو بالعربية نقولو كنت قرى غاية تنجح نقولو تنجح لو كنت قرى غاية صعي كيف كيف نفرقو بيناتهم بفاصلة جملة شرط و جملة جواب الشرط صعي سيبا بس كين ديرو إف في الواسط in the middle of the sentence كين ديرو إف في الواسط ما نديرو شكاما مع type zero type zero وينتا قلنا نديرو نديرو type zero دايما قبل ما نفوتو للقاعدة خصنا نعرفو وين تنستعملوها في أي حالة نستعملو conditional zero صعي conditional zero تسعملو نخدمو به كيكون عندنا نديرو على حاجة حقيقية يعني حقيقة a fact حقيقة ولا a fact مع انتا ما تتبدلش صعي ولا تكون حاجة علمية صعي par exemple par exemple كون الشمس تشرق من الغرب القيامتك هذي حاجة لوجيك بغي كذب كون نحطو la glass في الماء يذوب كون تصرح حاجة هذيك automatic متصر صعي كون تحط يدك في النار كون تحط يدك في النار تنحرك هذي لوجيك زي ما ما يتناقشوش في هذوش قالو في هذي الحالات نستعملو conditional type zero شيح القاعدة تاعة القاعدة تاعة سهلة بون تفكروا هذو كسبناها القبل مغاديش يتبدله غادي تتبدلغي لا معنت هالفرق بين الtypes كيفوش نفرقوا بيناتهم في ال كون جي جي تاعة الverb مغاديش يتبدله نشو هنا هذا شاو هذا conditional type zero if if you put ice in water it melts اذا you انت اذا وضحت الثلج ولا الجليد لاغلاس in water في الماء شا يتصرى لوجيك مو شا يتصرى it melts يذوب نشان ولا هذي كين زوج يداب زوج فيها كين واحد يجي يقول لا كون ندير لاغلاس في الماء ما يذوب شاو كينا نشوفو هنا قلبنا درنا ice melt الجليد يذوب إذا if you put it in water كيف كيف هنا نشوفو كيف كيف كين نقدرو نبدو بهذه ونروح الغزلت ولا نبدو بالغزلت ونروح الcondition if you put put هذا هو الverb لو تاع الcondition سنتاف if you put ice in water إذا وضحت إذا 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 تضع معنطها راح في present present simple صحيب if you put ice in water it melts ورها الverb ها هو ورها مصالف الverb في present simple صحيب بون ترى بين it melts كيف عرفنا في present simple أكمل بالأس حتى ندير الدرس تا present simple غدي تشوفوه في الفيديو بون كيف نصرف في الverb في ال conditional type zero الverb تاع ال conditional ال condition sentence الشرط مصرفو في present simple و جواب الشرط مصرفو في present simple و c ساسب مع عيدة simple if الverb الجملة الليولة مش الجملة الليولة الجملة تاع الشرط في present simple و الجملة تاع جواب الشرط في present simple بس قلنا قدونا قلبو اللهم ما تحافظوش هذيك تاع الverb الليول والverb الزاوج لا حافظو تاع الverb بتاع الشرط condition اللي هذي if والverb تاع جواب الشرط تاع result تاع غلت دفو result تجي هنا والcondition تجي هنا كي ما شفنا ساسب همنا روحو درو conditional type one conditional type one type one استعملو في possible future حي بار ازم if you work hard you will succeed لكان تعمل بجد work hard تعمل بجد اذا عملت بجد you will succeed يوم سوف تنجح الverb ها هونا succeed the verb succeed to succeed فش رامصرف رامصرف في future future سعيد future عالو كي تصرف future ودير قدامه will معنطها هذا نتيجة محتملة في المستقبل معنطها كل نقرة غاية وينتا من الآن وصاعدا معنطها المستقبل شيء النتيجة اللي غادي تصرى في المستقبل هي سوف تنجح you will succeed معنطها شاية القاعدة تاع conditional type one هي أنو الverb تاع condition تاع الشرط فش تصرفو تصرفو في work فش تصرفو في present simple والverb تاع الريزالت فش تصرفناه تصرفناه فش في simple future سيستيبو علو conditional type one الverb present simple if present simple future كل نقلب معنطها هادي هادا الكون جي مننا الverb اللي راح تابع if توجو في present والverb اللي راح مننا توجو في simple bon كما لغة الانجليزية الحاجة اللي مليحة ومش مليحة فيها انو عندنا قواعد rules قواعد rules بصح احيانا منستعملوش ذاك القواعد احيانا نفوتوهم ذاك القواعد معنطها هنا you will succeed قادرة نكتب you can succeed 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 الميس هدو اشتاهم to simple التالاميدي السنة الرابعة هدو غدا تقروهم العام جاي ان شاء الله في الثانوية مهم في last well نقدم استعمل can 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 model معنطها تستطيع ان تنجح ولا يمكن may يمكن ان تنجح it is possible معنطها كون تعمل بجد يمكن ان تنجح you must معنطها ياجب ان تنجح معنطها غاني متأكد من حاجة غاد يتصرف في المستقبل معنطها بكون تدي ذيك حاجة هديك obligi معنطها غاني متأكد باللي غاد يتصرف verb لمن ورا هادو دايمن في infinitive this verb is always in the infinitive infinitive form ها فيونسو we don't change it ما نبدلو رجو الverb كيمة هو نتقلعو لغير to ونديرو قدام will will can may must ساسبون تخي بيان هادي واحدة من الحالات بون نفوتو الحالة ثانية في الconditional type 1 اللي قلنا عليها شفتوها في الكتاب هي الimperative form بون نعديكم عني بزان if you see أحمد tell him to call me if you see أحمد tell him to call me okay if you see here the verbs the first verb of the condition sentence it is conjugated in the present simple okay if you see أحمد إذا رأيت أحمد okay لو كان تشوف أحمد عندها وين تا من من دروك فصاعد من الآن فصاعد عندها possible future condition مع possible result شاهر الغزل تا كون تشوف أحمد شاهر الغزل tell him to call me ولا ها ها هين ها tell him to call me أخبر أن يتصيل بي هنا كن لاحظوا ما عندنا ش subject كما اللول you will succeed you هنا رح عندنا tell him ما قلتش you tell him هذا درس نحن درنا في imperative form سنقوم بإمكان الفيديو tell him to call me هنا ما استعمل لش future مع نحن ساشا ندير الفرب نصرف ندير في imperative موض شاء imperative imperative موض هو كي نوجه أمر ولا نوجه تعليم الشخص أخبره أن يتصل بي خبره ما عندها شكرا قلعنا قلعنا you هو الverb plus object هذا درس واحد آخر ساي 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 بون تخيدي لو قادر نقول tell him to call me هنا ما استعملناش present simple sorry simple future استعملنا imperative form أوكي هل هل نشوف رقم ثنين كال imperative form if I forgot the f if you leave school don't stop learning إذا تاركت الدراسة المدرسة don't stop learning لا تتوقف عن التعلم ساي تخيب هنا يرى نعط نصيحة ساي هلغو هنا ما نش بو هنا نعطي instruction تعليمة tell him to call me قول له يعيض لي هنا نعطي نصيحة advice don't stop learning لا تتوقف عن التعلم بو في هاد الحالة شاستعملت اسكو طبقت هاد القاعدة no طبقتش هاد القاعدة استعملت الامبراطي form اللي قولنا هو verb object معانتها لعنة subject دي غا كتمو كتبنا الverb وينتا هدي كنكون نهدر معا you معانتها نهدر معاك نتا نقولك قولة فاي من نقولك شنطا قولة لا نقولك قولة imperative form so tell him to call me verb نبدو بالverb والobject وينتا شاستعملنا ماستعملناش الverb بعد الobject no درنا don't stop learning معانتها استعملنا الامبراطي في نوعي معانتها كيكون positive tell him كون جات في negative نقوله don't tell him كي مهنة stop learning stop learning قادرة نقول if you leave school stop learning معانتها إذا تركت المدرسة توقف عن التعلم بصح لا أنا بغي نقول لا تتوقف عن التعلم سو لا don't stop learning اوكي بغي بغي نقول كنت شوف البرطابل تعي جيب هلي كنت تلقى البرطابل تعي جيب هلي كنت تلقى شرط شوف الغزي سا جيب هلي شاء غد ينقول if you see my mobile or if you find my mobile تاجي give it to me bring it to me bring it وكي verb object bring verb to me object bring it to me هلو هذا المقرر السنة الرابعة متوسط مع انتها نستعمل condition of type one في هذا الحالة كي يكون البرب تعريز في future والحالة الثانية كي نستعمل object نستعمل imperative form فاي سيبون très bien ندير an activity تمرين نشوف ولا فهمنا ولا لا الآخر يقول لكم يعطوكم الverb اللو الverb واحد مصرف واحد مصرف سيبون هاكا تعرفوا انتوما أذكركم حالتين قاعدة تعرفوا الverb زاوج ولا الverb اللو وين تصرف فاي سيبون très بي روح نشوف الافخص if it to be hot tomorrow i to go to the beach انا conditional type one شو قلنا الحاج اللولة شنحوث عليها باش تجينا سهلة هي if اوكي if الverb بالليمن ورا if type one فشن صرفه صرفه فالبريزن simple اعطي لنكون حاضين تو بي فالبريزن سيبون تخي بي عندنا كاما معدها هذي result sentence الفورغ تاع result sentence فشنصرفو فالcondition type one في future معدها go قد نصرفوها في future تخي بي الا خشن ديرو ها is hot tomorrow tomorrow اي نتقلعو اقويس ونتقلعو تو على فاس كي تو هي لما خطع الانفينيتي جامي تصرفو verb وقدام تو تو اللي غن نتقلعوها كنبغو نصرفو الverb اوكي في future كيف نصرفو كما شفنا نقولو I shall go I shall go بيس كلانجلي قولنا ديفون منحتر مش القواعد ديفون قولو I will go باش متو ما نبتحوش في البي اش تح shall go وديرو apostrophe double L ها في انستو so if it is hot tomorrow I'll go I'll go I'll go اوكي I'll go to the beach تفكرو نقدون عاود نقلبو ها نقد نقول I'll go to the beach if it is hot tomorrow اذا كان الجو ساخن غدا معتها هذا possible future هذا شرط possible معتها possible س شاهل النتيجة المحتملة هي I'll go to the نفوتو لالكزام الزوج we pass to the second example we to avoid getting affected if we to stay at home we are talking about the covid 19 ok نحضر لها covid 19 corona daccord so غد نجنب العدوى نتجنب avoid يتجنب we avoid نتجنب العدوى مع انتها نصاب بالعدوى getting affected if we to stay إذا بقينا to stay يبقى at home في المنزل oh bon هذي كيفاش نحلوها اشا قلنا الحاجة اللولى نشوفوها نشوفو if هي اللولى if we present simple to stay at home excellent ok we move to sentence number three I forgot to change the number each time ok sorry she to need the english language if she to want to travel around the world ok كباركم تشوفو هنا ورها if رها في وسط الجملة in the middle of the sentence هي اللي اللي قرق زوليها هي if if ألو رانا في conditional type 1 verb لمن وراء if سيشن صرفو والverb تعريزالت close سيشن صرفو وانس if she wants so she to need شنغولو ok so she will need the english language if she wants to travel around the world ok سوفا تحتاج اللغة إنجليزية اللغة إنجليزية إذا إذا أرادت want أرادت if she wants to travel if you go if you to go out throw out the trash with you so how are we going to conjugate these verbs who can tell me huh will throw no pourquoi عل عل كتبنا throw ومحينا will pourtant instead may say to present simple future too simplement كنا ركزو شوية خدي نشوفو هنا باللي ما عندناش subject ما كاش situation ما كاش فاعل أما عمراني يا حضران هنر معاي if you go out اوك هنه ما كاش subject بدينا دي غ اكتمون بالverb معنة هنا مثل imperative وكي كونو في imperative form شا نديرو ونن نديرو الverb directement في infinitive form معنة نمحو two ونمحو الاقويف brackets ونكتبو direct verb object verb in the infinitive ورا object throw out throw what throw out هدا جع verb throw out it is a compound verb bon كشغل متكون من كلمة throw out what ماذا ترمي المهملات خالجا the trash مهملات with you رميها ماذا a short note short note معنة ما هيش paragraph ما هيش فقرة بصح فقرة صغيرة نقولها note اوكي if you be obliged to go out not be close to people not touch your face mouth or nose and when you to be home to wash your hand carefully بوك عرفتوا على الشينا هدروا على كوبي 10 على الكورونا بوك قولوا الميستري كورونا في الدرس ما عليش باش ندخلوا القاعدة في الواقع التعنا هاك تتعلموا انجلي فايس بوك يشغل ديروا ربط بين شيكم تتعلموا والواقع متى حاجة تعلموها طبقوها if you be obliged احنا شنقولوا انا في fact one انا هدروع لدروك انا خشان تستعملوا هنا if you are obliged اذا كنت اذا كنت مضبرا obliged مضبرا هدسف علي obliged to go out للخروج كاما انا فصلنا research جا not be close to people not be لا تكون قريب close معتها قريب من الناس اوك 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 هذه احفطتها تخيبية عبر شن ديروا هنا عندنا not be معانتها هنا نعطي instruction نعطي advice advice نصيحة ولا instruction تعليمة instruction تعليمة معانتها هنا شغل نستعمل ما تشوفو هنا ما كاش subject ما نشكتبه you اني ديرا ديركتر مول الورب معتها هذا شواء الامبيراتي فور انتخذ انصرف الورب في الامبيراتي مع you شوفوها في الدرس شانديرو 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 not نديرو too simple لما هنا دو دو نوت بي معانتها don't بي بس في اغلب الاحيان ما نكتبوش do نوت بي شان نكتبو نجمعو نديرو don't بي اوكي don't بي معانت don't be close to people كاما بذور ما كملناش دايمن على هال punctuation مهمة النقطة والفاصلة مهمة بس كبه تعرف اذكر انا عاد في هادك لطن انا عاد في هادك تنس ولا خرجنا اغلب اهنا كاما انا عاد نزل ما كملش لا least don't be close to people not touch your face mouth or nose not touch مت توشيش لا تلمس your face وجهك your face لابوش فمك or او انفك صعي على غا لا تلمس don't touch your face mouth or nose and و و و and when you عندما when you to be home عندما تكون في المنزل عندها كي تولي للدار صعي نحن نعطيكم ملاحظة صغيرة في conditional type one و type zero دف هذي كوان ترون بلاس نحن if معتها نطبقوا عليهم نفس القاعدة معتها هنا قادرة نقلع when و ندير if and if you صعي معتها when هنا هي نفس تلعب لنفس الض بتاها if نوز and when you ألخشان كتبه نايا to okay so when you are home if you are home when you are home come 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 man هذا الشرط لي من نور الفاصلة هو جواب الشرط to wash your hand carefully to wash your hand carefully your hands 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 plurial have you understood نستعملوا في الحالات المحتمل وغراء في المستقبل القاعدة الأولى عندنا قاعدة وعندنا احتمالات كيسيس أو إف الفرب اللي منورة إف الفرب اللي في الريزالت في الفيوتر الحالة الثانية في بلاسة ويل هنا قد نديروا في الفيوتر نديروا ويل في بلاسة ويل قد نقول كان صحيح كنت تكمل خدمتك تقدر تخرج بره كنت تكمل خدمتك تقدر تخرج بره إف يو فنش يورورك يو كان يو كان غوات أوكي خدمتك في الحالة الثالثة هنا قد نستعمل في الحالة الثالثة وينتا نستعملو الامبراتيف في الامبراتيف فورم كما كم تشوفو ما عندنش سابجيكت اللي هو ما تنبدأ هادير اكتومو سايسبو فرب أبجيكت وفي النيغاتيف فورم نديرو مع الفرب اللي في الانفينيتيب مع الابجيب على اكتزامل لفهمتو لفهمتو عطوني ديز اكتزامل إف يو أندرستاند إف يو أندرستاند كيف كيف مي اكتزامل اكتزامل اوكي بون هادا هو تايب زيرو و تايب وان إن شاء الله اللي كانت عندكم أسئلة ولا اقتراحات على دور صحيح داخلين ما كنش فاهمينهم خلوهم لي في التعليقات وانا إن شاء الله غادي نقاسي نديرهم لكم سايسبو و إن شاء الله ربي يرفع علينا هذا البلاء ويرحم موتنا وموتها قعل المسلمين إن شاء الله ودمتم